السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام نرحب بكم من الأمانة العامة لمجلس النواب ويسعدنا أن نستعرض معكم أهم ما ستناقشه الجلسة العادية السابعة عشر من دور الانعقاد السنوية العادية الثاني من الفصل التشريعي الخامس والتي ستعقد اليوم إن شاء الله برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب حيث تبدأ الجلسة عمالها ببند المشاريع بقانون واستعرض المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بإصدار القانون البحري المرافق للمرسوم رقم 29 لسنة 2018 بعد ذلك سينتقل المجلس لمناقشة بند تقارير لجان التحقيق واستعرض التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرانة الوظائف في القطاعين العام والخاص وبعدها يستعرض بند ما يستجد من عمله مستمعين الكرام هذا كل ما لدينا في رسالتنا الأسبوعية قدمناها لكم من مجلس النواب ونلفت عنايتكم إلى أنه يمكنكم متابعة البث المباشر للجلسة عبر قناة المجلس على يوتيوب بي اتش برلمنت أو عبر موقعنا الإلكترونية نواب دوت بي اتش كما يمكنكم متابعة أخبارنا على كافة منصات التواصل الاجتماعي عبر حساباتنا باسم بي اتش برلمنت تقبلوا تحيات الأمانة العامة لمجلس النواب وتحيات محدثكم حسين سعيد اسماعيل رئيس المراسم والعلاقات العامة